بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة الحجوم الدورانية لمنطقة محصورة بين منحنيين تدور حول أحد المحاور فإذا دارت المنطقة المحددة بالشكل التالي إذا كان عندي المنطقة في المستوي محصورة بين منحنيين المنحني الأول يساوي ويساوي إلى FX والمنحني الثاني Y تساوي إلى GX ومستقيمان الرأسيين المستقيم الرأسي الأول هو X يساوي A والمستقيم الرأسي الثاني هو X يساوي B إنسان المنطقة RX هي هذه المنطقة إذا دارت هذه المنطقة المظلة حول المحور OX لنتجة مجسم دوراني حجمه يعطى بالدستور التالي التكامل من A إلى B لباي بنصف القطر للتربيع نائس نصف القطر الخارجي للتربيع بDX هذه إذا كانت المنطقة من النمط RLX أما إذا كانت المنطقة من النمط RLY أي إذا كان عندي مثلا X يساوي HY ومثلا X يساوي إلى KLY والمستقيمين الأفقياني Y يساوي إلى C وY يساوي إلى D عندئذن هذه هي المنطقة التي هي من النمط RLY إذا دارت حول المحور OY لنتجة مجسم دوراني حجمه يعطى بهذا الدستور طبعا هنا في شرط يجب أن تحققه حتى يكون الـF الأعلى يجب أن يتحقق الشرط أن FX تكون أكبر من أو يساوي GX أي أن كانت X من الفترة AB وهنا شرط أساسي أن يكون KLY أكبر من أو يساوي HLY أي أن كانت Y من CD هذا يعني أن K تقع على يمين H وهنا F تقع في الأعلى والG تقع في الأسفل الآن ممكن نعطي إرشادات لإيجاد الحجوم هذه الإرشادات هي أولا نرسم كما هي العادة نرسم منطقة ثانيا نحدد السماكة حسب محور الدوران إذا كان الدوران حول OX فإن السماكة هي DX وإذا الدوران حول OY السماكة هي DY ثم نحدد نصف القطر الخارجي ونصف القطر الداخلي طبعا نصف القطر يعبر عنه بدلالة X فقط إذا كان الدوران حول OX وبدلالة Y فقط إذا الدوران حول OY إذا هذه ثم ثلاثة نشكل حجم القرص حجم القرص وبعدها ننتقل إلى المطلوب إن شاء الله الآن بهذا ننتقل إلى المثال التالي مثال أو وجد الحجم الدوراني الناشئ من دوران المنطقة المحددة بالمحنيات X تربيع يساوي Y ناقص 2 و2Y ناقص X ناقص 2 يساوي إلى الصفر طبعا لو جينا نرسم هذه المعادلة الأولى يمكن كتابتها بالشكل التالي Y تساوي X تربيع زائد 2 والمعادلة الثانية هي 2Y ناقص X ناقص 2 يساوي إلى الصفر يمكن أن نحلها بالنسبة لY فنحصل على 2Y يساوي X زائد 2 ومنه Y تساوي نصف X زائد 1 الآن المعادلة الأولى لو جينا للخطوة الأولى وهي الرسم المعادلة الأولى هي 1-2 الخط X تربيع هي من المنحنيات الشهيرة X تربيع زائد 2 هو انسحاب نحو الأعلى بمقدار 2 إذن هذا هو منحني X تربيع زائد 2 الآن نأتي إلى هذا هذا هو خط مستقيم لو عطينا نقطة أولى X يساوي 0 نحصل على الY هي 1 لو عطينا X يساوي إلى 2 الY هي 2 فالنقطة الأولى التي سيمر منها هي هذه النقطة والنقطة الثانية إذن أي واحد هي 2 إذن سيمر من هذه النقطة نوصل بين هاتين النقطتين فنحصل على هذا هو المستقيم Y تساوي نصف X زائد 2 طبعا المستقيم المراد الخطين الرأسية المراد هم X يساوي الصفر إذن هذا هو X يساوي الصفر هذا X يساوي الصفر وX يساوي الواحد هذا هو X يساوي الواحد إذن المنطقة RLX هي هذه المنطقة إذن ما دام الدوران حول المحور OX فإن السماكة هي DX الآن علي أن أحدد نصف القطر الداخلي ونصف القطر الخارجي طبعا الداخلي والخارجي نصف القطر كيفية أن أحدده طبعا كما تعلمنا سابقا ما دام الدوران حول OX فإننا نرسم محور يدخل المنطقة ويخرج منها يوازي وله نفس اتجاه المحور OY فنقطة الدخول سيكون هو نصف القطر الداخلي ونقطة الخروج هي نصف القطر الخارجي فنصف القطر الداخلي يدخل من المستقيم إذن هو نصف X زائد 2 ويخرج من X تربيع زائد 2 X تربيع هذه زائد 1 زائد 1 الآن طبعا نحسب نحسب المقدار الآن pi b نصف القطر الخارجي للتربيع نصف القطر الخارجي الخارجي للتربيع نائس نصف القطر الداخلي للتربيع ثم نضربه بالسماكة إذن نحسب هذا المقدار فنحصل على pi نصف القطر الخارجي هو عبارة عن X تربيع زائد 2 للتربيع نائس نصف القطر الداخلي هو نصف X زائد 1 للتربيع ثم نضرب الناتج في السماكة نأخذ الآن هذا المقدار ونكامله بين الصفر والواحد ثم نحسب قيمة التكامل فنحصل على قيمة هذا التكامل هذه نضع جنبه وحدة حجم لأنني أحسب الحجوم إذن هذا إذا دارت منطقة حول المحور OX لنحاول أن نأخذ الآن مثال لمنطقة تدور حول المحور OY فلو طلب مني احسب الحجم الدوراني الناشئ الناشئ عن دوران المنطقة الموجودة في الربع الأول والمحصورة بين المنحنيان Y تساوي 8 X تكعيب و Y تساوي إلى 2 X طبعا هنا المنطقة هي محصورة بين هذين المنحنيين طبعا ما دامت الدوران حول المحور OY ما دامت الدوران حول OY فيجب أن نعبر عن نصف القطر كما قلنا سابقا بدلالة Y فقط وبالتالي فمن هنا لو ضربنا الطرفين بالثمانية فنحصل على X تكعيب يساوي إلى ثمانية Y نجزر الطرفين فإن X هي عبارة عن 2 Y أستلت الجزر التكعيبي لل Y وهنا X تساوي إلى نصف Y طبعا منحني الأول يمكن رسمه بالشكل التالي لو رسمنا المنحني الأول فإنني أحصل على هذا الشكل هذا ما هو إلا X يساوي إلى 2 Y أستلت والمنحني الثاني هو عبارة عن مستقيم يمكن حسابه أو رسمه بالشكل التالي لو رسمناه فحصلنا على هذا المستقيم Y تساوي إلى X تساوي إلى نصف Y إذن X تساوي إلى نصف Y إذن المنطقة الواقعة في الربع الأول ومحصورة بين هذين المنحنيين هذه هي المنطقة R ال-Y الآن طبعا هنا لم يعطينا A والB المستقيمة الأفقية واضح أن المستقيم الأفقي الأول هو Y تساوي إلى الصفر والمستقيم الأفق الثاني هو هذا وقلنا سابقا إذا لم يعطينا نقوم بحل المعادلتين حلا مشتركا فلو حطينا المعادلة الأولى 2 Y أستلت يساوي إلى نصف Y لو ضربنا ب2 حصلنا على 4 Y أستلت يساوي إلى ال-Y لو كعبنا الطرفين حصلنا على 64 Y يساوي إلى Y تكعيب لو نقلنا إلى الطرف الثاني لحصلنا على Y تكعيب نائل 60 64 Y يساوي الصفر لو أخرجنا ال-Y عامل مشترك فنحصل على Y تربيع نائل 60 64 يساوي إلى الصفر ومن هنا نحن في حلقة لا تحوي على قواسم الصفر فإذا جداء مختارين يساوي الصفر إما الأول يساوي إلى الصفر وإما الثاني يساوي إلى الصفر ومن هنا نحصل على Y تربيع يساوي 60 64 وال-Y تساوي زائد نائل 8 إذا نطلع عنا سلاسة نقاط النقطة الأولى هي Y تساوي صفر والنقطة الثانية هي Y تساوي سالب 8 والنقطة الثالثة هي Y تساوي إلى 8 طبعا نحن هنا نهتم في هذه المنطقة لأنه الحجم الناتج عند وراء المنطقة التي تقع في الربع الأول إذن وبذلك نكون قد حسبنا هذا الآن ننتقل إلى إيجاد المعطيات الأخرى طبعا ما دام الدوران حول O-Y فالسماكة إذن السماكة هي عبارة عن D-Y الآن نحسب نصف القطر الداخلي ونصف القطر الخارجي طبعا هنا ما دام الدوران حول O-Y يجب أن تعبير عن نصف القطر بدلالة Y فقط ولذلك طبعا حتى نعلم خارجي أم داخلي أنه نرسم محور يوازي وله نفس اتجاه المحور O-X فيدخل من النقطة من المنحني ويخرج من المنحني نقطة الدخول هي منحني الدخول إذا نصف القطر الداخلي هو عبارة عن نصف Y ونصف القطر الخارجي هو 2Y أستلت الآن نحسب المقدار باي بنصف القطر الخارجي للتربيع نائس الداخلي للتربيع ضرب السماكة فلو حسبنا هذا المقدار حصلنا على الخارجي هو 2Y أستلت للتربيع نائس الداخلي هو نصف Y للتربيع مضروبا ب طبعا السماكة هي DY بDY الآن حسبنا الحلقة الدورانية عبارة عن حجم يعطى بهذه العلاقة نأخذ هذا المقدار ونكامله بين الصفر والثمانية فلو إذن الحجم المطلوب يعطى بالتكامل تكامل من صفر إلى ثمانية لبي مضروب ب أربعة طبعا بعد التربيع أربعة Y والستنين على ثلاثة نائس ربع Y تربيع ب DY وهذا بالمكاملة نحصل على أنه يساوي خمسمية واثنى عشر على خمسة عشر باي وحدة حجم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر